الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر انت عارف فرعون ده أول قرأت عنه فلقيت الفيروزة بادي في كتاب له اسمه بصائر ده والتمييز في لطائف الكتاب العزيز وابن منظور في كتابه الشهير لسان العرب والفيومي في كتابه المصباح المنير التالت مراجع دول بيقولوا بيقولوا ان فرعون مش مصري فرعون من خراسان ليس هذا صحيحا للأسف فلداي نسخة هنا من لسان العرب ولم يرد فيها تحت مدة فرعون أي ذكر لخراسان أو لأصل أو لجنسية فرعون سوى أن اسمه يعني بلغة القبط التمساح ومعلومة التمساح هذه مصدرها الوحيد هو خيال الكاتب ابن منظور والمؤكد أنها ليست نتاج معرفته باللغة الهيرغوليفية المصرية القديمة التي لم تفك تلاصمها ليتيسر لنا معرفة المعنى الحقيقي لاسم فرعون إلا بعد مضي أكثر من ستمائة وخمسين عاما على وفاة ابن منظور ولكن ما لاحظناه هنا هو أنه ذكر في معجمه كلمة الكبط التي تعني في اللغة المصرية القديمة المصريين ألا يكفي هذا برهانا من ابن منظور للمتقول بأن فرعون ليس مصريا وأنه من خراسان خراسان الواقعة على بعد يزيد على 2800 كيلو متر من مصر ليس مصريا وإحنا بعدي أبا قلنا ده فرعون وفرعون أضاف الهلال قائلا إن كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفايرو زبادي يذكر أن فرعون هو اسم لكل من ملك مصر ملك مصر وكان كل ملك لمصر يقال له فرعون تصحيح بسيط يقول عالم اللغة الهيرغوليفية الأشهر ألان جاردينر في كتابه قواعد اللغة المصرية القديمة المنشور في عام 1927 وصدرت منه حتى الآن عشر طبعات إنه منذ حوالي عام 3150 قبل الميلاد كان أول حكام مصر مينا نارمر مؤسس الأسرة الملكية الأولى بعد قيامه بتوحيد القطرين الشمالي والجنوبي في مملكة واحدة كان يلقب بالملك وكان قصر الملك وديوان الحكم يلقب باسم مسجي من كلمتين برعا وهما كلمتان كبطيتان أي مصريتان تعنيان البيت العظيم واستمر ذلك التقليد لنحو 1798 عاما أي حتى عصر الأسرة الثامنة عشرة بداية المملكة الحديثة التي امتد حكمها بين عامي 1539 إلى عام 1292 قبل الميلاد وفي خلال هذه الفترة في حوالي عام 1351 قبل الميلاد حدث في عصر الملك أمن حتب الرابع الشهير باسم إخناتون أن بدأ استخدام اسم القصر وديوان الحكم برعا كلقب للدلالة على شخص الملك نفسه فأصبح يقال منذ عصر إخناتون وحتى آخر الأسرات الفرعونية جاء الفرعون إخناتون وذهب الفرعون رمسيس الثاني تماما كما كان العثمانيون يطلقون على مقر حكم السلطان العثماني والسلطان نفسه اسما واحدا الباب العالي فيقال مثلا كتب محمد علي باشا إلى الباب العالي وفي كتاب الله نقرأ برعا معربة إلى فرعون للدلالة على حاكم مصري محدد ولكن هذه قصة أخرى سأفصلها في وقت قريب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر